كلمتين مع زكي حسنين كنت جالس مع العم راشد والده محمد والعام راشد مثله مثل غالبية الكبار في السن من أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يحبوا دايما أنهم يسترجعوا ذكريات الماضي الجميل ويعتبروها حاجة رهيبة ما قد حصلت قال لنا العام راشد والله يا أولادي في جيلكم جيل عجيب ومزعج قلنا له ليه ليه بس عام راشد هلكتنا قال خلوني أعطيكم نموزج واحد بس والحكم لكم أيام كنا صغار كان أبونا الله يرحم ويحسن إليه يفصل لنا في رمضان توبين لكل واحد نفضل نلبس في هذول التوبين من العيد للعيد وكنا نفرح بالتوبة الجديد فرحة ما أشوفها دحين في عيون ولا ولد من الأولاد لما نلبسوا حاجة جديدة أو يشتروا جهاز جديد وطيرة التجديد والاستهلاك واقتناء المزيد من الأشياء الاستهلاكية ما كانت مرتفعة بالشكل المجنون اللي بنشوفه دحين جيلكم ما يحس بطعم الجديد كل أسبوعين ثلاثة وإنتوا رايحين من السوق وراجعين من السوق تشتروا شي جديد وتوب جديد وتشير جديد وجزمة جديدة وساعة جديدة وكل شهر يا أخويا جوال جديد لأنه القديم راح أتموضته ليه كده؟ والمشكلة إنه كنا مبسوطين وراضين أكتر منكم بكتير ولله الحمد هالكلمتين كلام العام راشد صراحة لمس في وتر حساس وأشعر إننا كلنا بحاجة للتخلص من جنون الاستهلاك اللي نحن عايشين فيه الآن وفي أمان الله كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين كليومي ترينا دولا